منذ أسابيع تشهد منطقة التربة في تعز توتراً عسكرياً حاداً رفع من وطيرته قرار رئيس الجمهورية بتعيين العميد الشمساني قائداً لللواء 35 مدرع خلفاً للعميد عدنان الحمادي تعيين الشمساني لقى اعتراضاً من قبل أحزاب سياسية رأت فيه استهدافاً لها في ظل مناخل استقطابات والمحاصصة داخل مؤسسة الجيش الأمر الذي دفعها للدعوة إلى احتجاجات شعبية تدعو رئيس الجمهورية إلى العدول عن هذا القرار مراقبنا يرون أن تعيين قيادات الجيش يعد قراراً سيادياً من اختصاصات القائد الأعلى للقوات المسلحة ويجب أن يكون بمنأ عن الصراع الحزبي أو الاستقطاب السياسي لكن الوضع في تعز وخصوصاً في الحجرية قد وصل إلى مستوى معقد من الأطماع الإقليمية والحزبية فأبو ظبي تحاول أن يكون لها موطئ قدم في ريف تعز عبر أوراقها كتائب أبي العباس الذي تتحكم قواته بمناطق عدة في الحجرية وميليشيا طارق صالح المنتشرة في الساحل الغربي وتدير صراعاتها في مدينة التربة التي كانت مسرحاً لمناوشات بين قواته والشرطة العسكرية تعيين الشمساني فتح الباب مجدداً أمام جولة جديدة من الصراع الحزبي في تعز وفر مناخاً مشحوناً وصل حد المواجهة المسلحة بين جنود من اللواء 35 مدرع وجنود من اللواء الرابع وأسفر عن مقتل حبيب الذبحاني أحد جنود اللواء 35 محافظ تعز نبيل شمسان شكل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقيق في الأحداث الأخيرة وطلب المحافظ اللجنة التي يترأسها العميد عبد الحكيم عامر بسرعة رفع نتائج التحقيق إهمل قيادات الشرعية من قبل رئيس الجمهورية أو المحافظ لوضع محافظة تعز ساهم في تعقيد المشهد وتراكم الصراعات البينية في منحوثي أصبح خارج حسابات هؤلاء وكأنه ليس هو من يحاصر المدينة ويهدد حياتها